ينضم إلينا من استوديو النيل بالكاهرة عالم المصريات الدكتور أحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتب السكندرية مرحبا بك أهلا وسهلا بحضرتك مرحبا بك إذن ما هو السبب وراء اهتمام العالم بمقبرة الملك توت عنخ أمون إلى هذه الدرجة والآن لا أتكلم فقط على صعيد مصر على صعيد عالمي طبعا مقبرة توت عنخ أمون الميزة بتاعتها أنها تعتبر المقبرة الملكية الوحيدة وبأكد على كلمة الوحيدة التي جاءت إلينا كاملة من مصر القديمة أغلبية المقابر سرقت في عهد الفراعينة باستثناء مقبرة الفراعون الزهبي الملك توت عنخ أمون والتي اكتشافها عالم الآثار البريطاني هاور كارتر في 4 نوفمبر 1922 وإحنا في 4 نوفمبر 2022 احتفلنا بمرور 100 عام على اكتشاف هذه المقبرة العظيمة طبعا السبب في ذلك يرجع إلى أن العمال اللي هما كانوا بيبنوا مقبرة لملك لاحق هو الملك رمسيس السادس من الأسرة العشرين قاموا ببناء الأكواخ بتاعتهم على مدخل مقبرة توت عنخ أمون وكذلك وضعوا الريديم اللي هي التراب المستخرج من هذه المقبرة على مدخل مقبرة توت عنخ أمون فلذلك تم نقدر نقول إخفاء مدخل المقبرة الخاص بالتوت عنخ أمون عن أعين اللصوص إلى أن اكتشافها كارتر بعد بحث دائما حوالي 5 سنوات في وادي الملوك واعتبر هذا الاكتشاف منذ ذلك الحين أعظم اكتشاف أسري في مصر في القرن العشرين وفي العالم ككل طبعا توت عنخ أمون بالنسبة لنا تفضل توت عنخ أمون بالنسبة لنا من ناحية التاريخية هو مش ملك مؤثر في الأحداث التاريخية زي مثلا تحاطمس الثالث اللي البعض بيعتبره نابليون العالم القديم رغم أن هذه التسمية تعتبر مجحفة بالنسبة لتحاطمس الثالث لأن تحاطمس الثالث قاد 17 حملة عسكرية في بلاد الشام وفي أفريقيا في السودان ولم يهزم في أي حملة عسكرية قط على العكس نابليون بنابرت الذي هزمه ونفيه في نهاية حياته وكذلك لدينا رمسيس الثاني هذا الفاتح العظيم الذي قام بالمعركة العظيمة معركة قادش وعقد في عادي أول معادة سلام ربما في التاريخ مع الحسيين كل هؤلاء الملوك الملكة حتشبسوت أخ ناتون شخصيات عظيمة جدا من ملوك مصر ديما لم نكتشف مقابرهم لكن هذا الفرعون الصغير اكتشفت مقبرته وكان هذا الفرعون فرعونا محظوظا لكنه من ناحية تاريخية لا يمثل ملكا مهما بالنسبة لنا لكنه من ناحية الأثرية يمثل ملكا مهما بالنسبة لنا هل لنا أن نستعرض لمحة من سيرته التاريخية للسادة المشاهدين من هو هذا الملك الذهبي؟ توت عنخ أمون هو فرعونا وملك حكم في النصف الثاني من الأسرة الثمنتاشر والده كان ملك أخ ناتون اللي هو من حطب الرابع الذي قاد حملة ندر نقول دينية وقام بتوحيد الآلهة في إله واحد هو الإله أتون توت عنخ أمون ولد في تل العمرنة وكان في البداية اسمه توت عنخ أتون ثم تحول الاسم بعد وفاة والده توت أخ ناتون إلى توت عنخ أمون تزوج من أخته الملكة عنخ اسم باقتن ثم غير اسمه أيضا إلى عنخ اسم أمون فدول هم ولاد أخ ناتون لكن أخته دي كانت أخت غير شقيقة كانت بنت الملكة نفرتيتي حكم طبعا عنده تسع سنين ومات عنده تمنتاشر سنة فحكم مصر مدة تسع سنوات مات في سن صغيرة واكتشفت هذه المقبرة بالنسبة له هذه المقبرة هي الكنز الحقيقي والتي جعلت من توت عنخ أمون سفير الحضارة المصرية ونقدر نقول الملك المتوج لمصر الفرعونية في العالم ككل طب إذن لماذا لم يستطع عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر دخول المقبرة لحظة اكتشافها في سنة 1922 طبعا إحنا كأساريين أول ما بنتشف أي مقبرة بنسبة الفترة زمنية مفتوحة عشان تتهوى من البكتيريا والغازات السامة اللي كانت بتنتج عن وضع الآثار داخل المقبرة وعادة الآثار العضوية اللي عبر عن قرابين اللي كانوا بيحطوها في المقبرة كي يقتات عليها اللي يقدر يكلها المتوفى سواء ملك أو أحد الأفراد أو نبلاء في مصر القديمة فهذه المواد كانت بتتحلل مع الوقت وبنتج غازات سامة وبكتيريا فاللي كان بيخش المقبرة بعد الاكتشاف مباشرة كان بيتعرض لي أنه يشم هذه الغازات السامة فيموت على الحال على الفور فلذلك كان كارتر زاكي أنه دخل المقبرة بعد فترة زمنية نقدر نقول يعني مش كبيرة بس هي فترة زمنية لست بقليلة أربع شهور لحد ما المقبرة تتهوى وتخر كل البكتيريا وكل الغازات السامة منها يقدر بعد كده يخش ويبدأ يشتغل في هذه المقبرة وبالفعل كارتر وفريقه يشتغل عزي المقبرة حوالي عشر سنوات يعني 32 نقلت هذه الآثار من المقبرة رقم 62 في وادي الملوك إلى المتحف المصري بوسط القاهرة اللي هو متحف تحرير حاليا ثم نقلت أغلب آثار توتعان كامون في الفترة الأخيرة من متحف التحرير المتحف المصري القديم إلى المتحف المصري الكبير المبني في صحراء الجيزة بالقرب من أهرامات الجيزة الخالدة طب إذن سؤالي لك اليوم ما الحقيقة وراء مكتشف المقبرة الأشهرة في العالم هل هو كارتر أم الطفل حسين عبد الرسول الذي وقتها لم يكن يتجاوز الـ 12 عاما هو طبعا في روايات عديدة بالنسبة لهذا الاكتشاف كارتر طبعا كان بيحفر فوادي الملوك لمدة خمس سنوات وفي الآخر كان كارنر فون هو الممول البريطاني لهذه الاكتشافات كارنر فون زهق وقال له أنا خلاص لن أمول هذه الحفائر بعد هذا العام قال له ديني بس فرصة لهذا السيزن هذا الموسم الأخير وكان يوم 4 نوفمبر هو يوم صعد كارتر أو يوم مجده الحقيقي لما هذا الصابح حسين عبد الرسول كان بيغرز نقدر نقول الزير اللي هو عادة بيشربوا منه المياه العمال فوصل إلى درج زلم يعني فجري على كارتر كان موجود في المقبرة قال له أنا اكتشفت درج فطبعا كارتر ساب الخيمة بتاعته وراح يشوف هذا الموضوع فبدأ يتتبع هذه الدرجات لما وصل لمدخل المقبرة ولها سدة مكتوب عليها اسم توت عن خامون بلغ كارنرفون قال له تهانين اكتشاف عظيم في الوادي بعد فترة دخل هو وكارنرفون قال له شافي قال له شايف أشياء عظيمة ووندرفور سينجس ووندرفور سينجس ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الكلمة أو الجملة واللي هي ووندرفور سينجس والأشياء عظيمة من ضمن الصفات الأساسية والكلمات المهمة في التاريخ لعلم المصريات وكان اكتشاف مقبرة توت عن خامون هو البداية لهذا الاكتشاف الذي أزهل العالم منذ ذلك الحين إلى هذه اللحظة التي نعيشها إذن قبل سؤالي الأخير لك لنستوضح عن هذا طبعا الحدث وكيف يمكن أن يكون سبب في ترويج السياحة في مصر ليه سؤال لك عن السر وراء الأحداث الغربية الغريبة طبعا التي صاحبت هذا الاكتشاف وفيما بعده بما يسمى لعنة الفراعنة قبل اكتشاف مقبرة توت عن خامون ما عندناش حاجة اسمها لعنة فراعن بعد اكتشاف مقبرة توت عن خامون عندنا حاجة اسمها لعنة فراعن او لعنة توت او الولع بتوت او توت كارس او توت مينيا الجنون او الولع بتوت كل ده حصل نتيجة نتيجة ان كارنرفون اللي هو الممول لهذه الاكتشافات او الحفائر في ودي الملوك اللي هو كان جاب كارتر يشتغل لحسابه منع كل الصحف ان تصدر اي بيانات او اي اخبار عن هذا الاكتشاف والده لندن تايمس البريطانية فمنذ ذلك الحين ان الصحفين ما عندهمش اي اخبار يقولوها فبدأوا يطلعوا احداث كتيرة ويفتعلوا هذه الاخبار ومنذ ذلك الحين نشأ تيرم مصطلح لعنة الفراعنة او لعنة الفراعون الزهبي الملك توت عن خامون نتيجة طبعا ان هو ادى هذا الحق الحصري لهؤلاء وطبعا حصلت برضو احداث كتيرة جدا كارنرفون نفسه مات بعد حوالي 6 شهور الكلب بتاعه مات في القلعة حصلت يعني احداث مأسوية لبعض الناس اللي كانت شغالة في فريق العمل لكن الحقيقة في الامر ان كارتر نفسه اللي اكتشف المقبرة مات سنة 39 والمقبرة اكتشفت 22 يعني بعد حوالي 17 عام من هذا الاكتشاف اذا لم تكن هناك لعنة فراعنة بس يا الصحافة البريطانية والصحافة العالمية روجت لهذا المصطلح منذ ذلك الحين بعد ان قام كارنرفون بمنعهم باصدار اي اخبار عن هذا الاكتشاف الا الجورنان الحصل اللي هو الدهولو في انجلترا شكرا لك دكتور حسين عبد البصير شكرا لك شكرا لك دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار طبعا في مكتبة اسكندرية شكرا لك على كل هذه التفاصيل شكرا لك